حفلاً لتسليم الكفالات للأيتام ومعير الأسر وأصحاب الهمب وقد تم توسيع هذه الكفالات في إطار التعاون بين الجمعية الوطنية لمساعدة الأيتام والمعاقين والهلال الأحمر الإماراتي الجمعية الموريتانية لمساعدة الأيتام والمعاقين في موريتانيا تنظم ضمن شراكتها مع الهلال الأحمر الإماراتي حفلا لتسليم الكفالات لسنة 2023-2024 التي تشمل أكثر من ستة آلاف من الأيتام ومعيل الأسر وأصحاب الهمم وتستفيد ولاية الحوض الغربي من هذه الحصة بقرابة ثلاثة آلاف كفالة يشرفني أن أعلن على بركة الله حفل الانطلاق الرسمي الخاص بالأيتام والأسر من طرف الجمعية الوطنية لمساعدة الأيتام المعاقين الذي تموله دولة الإمارات عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي والذي تستفيد منه ولاية الحوض الغربي بـ 2817 مستفيد مما يساهم في تخفيف معاناة المواطنين المنتخبون المحليون في ولاية الحوض الغربي أشادوا بهذه التدخلات لما لها من أهمية في مساعدة المحتاجين رئيس الجمعية الوطنية لمساعدة الأيتام والمعاقين في موريتانيا أشاد بالتعاون المثمر بين بلادنا والإمارات العربية المتحدة لو لا سياسة الدولة لما أخلق هذا لما أخلق هذه الفسحة ولما أخلق هذه التنمية وهذا لا نقطة من النقاط الكثيرة للجمعية كافلة أكثر من 6000 في الحوض الغربي حصة ولاية الحوض الغربي من هذه المساعدات ستستفيد منها مقاطعات الولاية الخمس لعيون الطينطان تامشك كوبن وطويل لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة العيون